بسم الله الرحمن الرحيم كل التحية لحضراتكم مشاهدين الكرام ومشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوره العظيم أيضا عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمر الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليومني والبركات النهاردة الـ 3.21 مارس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع مهم ومطول برئاسة الكابتن محمود الخطيب لبحث العديد من الأمور ستستعرض مع حضراتكم في الدقائق القليلة القادمة أهم وأبرز ما رشح عن هذا الاجتماع في البداية الحقيقة حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على توجيه الشكر إلى السيد اللواء محمود توفي وزير الداخلية وأيضا القيادات الأمنية كافة في مناسبة موافقة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية على السماح للنادي الأهلي بدخول 50 ألف مشجع في مباراته القادمة في دولة المجموعات بمطورة إفريقيا أمام نادي الهلال السوداني الشقيق هذه التحية وهذه اللفتة ارتأى مجلس إدارة النادي الأهلي أنها واجبة نظرا للحياة الدول الكبير اللي بتقوم بالأجهزة الأمنية في ظل هذا الدعم للنادي الأهلي ولجمهوره الكبير في المباراة المحدد لها الأول من إبريل في استاد القاهرة إن شاء الله في شهر رمضان المعظم وبيؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على اعتزازه وتقديره الكامل للجهد الكبير الذي يبدله رجال الأمن في كل المواقف وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القرية الحقيقة لم يكن هناك أدنى شك إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية سوف تستجيب لمطلب النادي الأهلي بحضور جماهيري كبير وموسع لهذه المباراة لأن مصر دولة كبيرة بمؤسستها وتستطيع الخروج بأي حدث وبأي مباراة إلى بر الأمان ما فيه شك المهم أن يكون هناك تشجيع مثالي يتسق مع الروح الرياضية وأيضا مع خصوصية العلاقة بين الشعبين المصري والسوداني وكل توفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله أيضا استعرض مجلس الإدارة في هذا الاجتماع تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب العالم كله الحقيقة والتحديات التي تواجه الكثير من المؤسسات خاصة المؤسسات الرياضية وفي المقدمة منها النادي الأهلي كأكبر مؤسسة رياضية أفريقية هذه التحديات ألقت بأعباء مالية ضخمة على الحقيقة ميزانية النادي اللي بيسعى لتحقيق أمال وطموحات جماهيره وأعضائه في كل مكان حيث قرر المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف الإدارات المعنية في النادي بدراسة كافة مصادر التمويل والعمل على زيادة الإرادات من خلال مصادر متنوعة وأيضا ترشيد ورفع كفاءة مصادر التمويل والعمل على زيادة الإرادات زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهة التأثيرات النتيجة عن تلك الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تتطلب دعم ومساندة الإدارات لهذه التوجهات حتى يتمكن النادي الأهلي من مواجهة المتطلبات المتعلقة بكل طموحات جماهير النادي الأهلي وأعضائه وأيضا ودي نقطة مهمة إنجاز البنية التحتية المتطورة التي دشنها النادي قبل خمس سنوات وإنجازها بالصورة التي تليق بعائلة النادي الأهلي هذا الأمر أيضا ينسحب على الأنشطة الرياضية وفرق النادي المختلفة فكرة البحث عن مصادر تمويل وإرادة أو إدارة الموجود من تمويل ومصادر دخل برجد وروية وحكمة وبمنهجية علمية حتى نتخطى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية العنيفة ثالثا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي آسفا الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في ظل تلاحم المواسم والضغط الكبير للمباريات للفريق الأول الحقيقة وانضمام عدد كبير جدا من اللاعبين للمنتخبات الوطنية المختلفة سواء المنتخب الوطن المصري أو المنتخبات الأفريقية والعربية بالنسبة لللاعبين الموجودين في النادي الأهلي وكان من الصعوبة بما كان من المراحل السنية المختلفة من قطاع الناشئين نظرا أيضا لارتباطات وضغوط المباريات فارتقى النادي الأهلي أنه يتقدم باعتذار لرابطة إئلندية عن استكمال هذه البطولة وان شاء الله في المستقبل تكون هناك فرصة للمشاركة الشكر جزيلا وموصول لحضراتكم دي كانت مجموعة من القرارات السريعة لأقرها مجلس إدارة المندي الأهلي في اجتماعه اليوم الثلاثاء واحد وعشرين مارس شكرا لحضراتكم وكل عام وأنتم بخير مجتدا